السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم معاكم محمد زيدان في حلقة جديدة من حلقات كورة سبورت زي ما تعودتم حلقاتنا فيها كل الحلقات اللي تخص النادي الاهلي والزمالك وانديت الدور المصري الممتاز لكن في البداية ما ننساش نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاطم الانبياء والمرسلين ويلا بينا على اخبار النادي الاهلي استأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سيمبا بدور ابطال افريقيا موسيماني يدرس اراحة محمد مجد افشا في بعض مباريات النادي الاهلي بسبب حالة الاجهاد التي يعاني منها اللاعب موسيماني يدرس الاستعانة برامي ربيع وسعد سمير في مباريات النادي الاهلي المقبلة موسيماني يطلب تقريرا عن 3 الفرق المرشحين لمواجهة النادي الاهلي قبل صدام ربع النهائي الافريق فريق سيمبا يغادر تنزانيا استعدادا لمواجهة النادي الاهلي يوم الجمعة القادم بإذن الله نادي الأهلي ينعي حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي كابتن محمود الخطيب يشارك في اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام طيب بعد إعلان الجبلية عن عدم وجود حكام أجانب في مباراة القمة القادمة من وجهة نظر حضرتك شايف مين الحكم الأفضل لقيادة مباراة القمة القادمة نقل مباراة النادي الأهلي وسنبق التنزاني وتغيير موعد اللقاء نقل المباراة المباراة بإذن الله تبقى يوم الجمعة القادم بإذن الله الساعة التاسعة مساء على ملعب النادي الأهلي للأسف الشديد كريم ندفت رجبته فيها رشح من جديد ومحتاج فترة لا تقل عن شهر فترة علاج فمحتاج معجزة بصراحة ومحتاج دعاء حضرتكم عرض سعودي لمروان محسن وشبه رسمي اللاعب خارج النادي الأهلي الموسم القادم بإذن الله مروان محسن في ظل العروض اللي بتجيله وطبعا نية لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أيضا ومسماني عن إعارة اللاعب الموسم القادم بإذن الله فاللعب هيبقى وجهته المجبلة بإذن الله عرض سعودي بإذن الله لمروان محسن أيضا لجنة التخطيط بالنادي الأهلي توافق على رغبة مسماني بعودة أحمد ياسر ريان للنادي الأهلي الموسم القادم اللي بيقدموا اللاعب ثبت نفسه عند الموسماني وعند جمهور النادي الاهلي وبإذن الله هنستفيد منه الموسم القادم ايضا صلاح محسن شبه رسمي ايضا خارج النادي الاهلي الموسم القادم والموسماني غير معتمد عليه ولجنة التخطيط بتفضل خروجه اعارة وبإذن الله الاقرب هو نادي سموح نروح لمنصب جديد لأحمد حسام ميدو منصب ميدو الجديد رئيس نادي الزمالك المؤقت كان اتفق في وقت سابق مع احمد حسام ميدو منذ فترة تعيينه كمدير كورة في الزمالك يعني كان من فترة كده لما كان ميدو لسه مشتغلش في بيرامدز فطبعا في صلة ارابة بين رئيس نادي الزمالك المؤقت واحمد حسام ميدو فكان فيه بينهم كده اتفاق او يعني عرض من رئيس نادي الزمالك لأحمد حسام ميدو انه يشتغل او يتعين كمدير كورة في الزمالك فرد ميدو اني ماينفعشي انا مستشار فني في بيرامدز وماينفعشي وطبعا الطلب عادي عشان فيه صلة ارابة بين ميدو ورئيس الزمالك. ما فيش اي مشكلة. طيب. طبعا ما بيتعقدش مع ميدو عشان محنك وليه آآ علامات طبعا مع الزمالك ولا المقصة ولا الاسماعيلي. المهم المفاجأة ان رئيس نادي الزمالك ما كانش عنده مشكلة ان ميدو يشتغل في الزمالك. الصبح والعصر يشتغل في بيرامدز وبالليل يشتغل في القناة. وصباحا يشتغل في الراديو. مهم دلوقتي آآ يعني فيه اتصال بين آآ رئيس اللجنة المؤقتة في نادي الزمالك مع ميدو وخلاص بنسبة مية في المية ميدو هيجوم موجود في الجهاز الفني لنادي الزمالك والاقرب على منصب مدير كورا. طبعا بعد ما ميدو خلاص اتطرد من بيرامدز وايضا فيه يعني طرد من من القناة اللي شغال فيها بسبب طبعا محادثات والحاجات اللي حضراتكم سمعتوها وعارفينها. فخلاص ميدو دلوقتي وجهته المقبلية او المقبلة نادي الزمالك بازن الله. طيب معصدر بالنادي الاهلي يعلن عقوبة على ايمن اشرف بسبب حضوره مباراة بالقسم الثالث. ايمن اشرف ذهب لدعم زميل سابق او احد اقاربه او حتى فريق ودون ان يشارك في المباراة فما تداعي لتوقيع عقوبة مالية عليه. طبعا ملهاش لازمة من اللاعب دلوقتي بسبب كورونا. ده تداعي اللي سببه اللي تمت عقوبة على اللاعب. ايضا حسين الشاحات يخترق الحجر الطب في النادي الاهلي. وحسين ظهر برفقة شقيقه في عزومة مع عدد من المطربين الشعبيين. وذلك خلال حصول النادي الاهلي على راحة طبعا امس. ليوصل لها مسلسل خرق الاجراءات الاحترازية بعد ايمن اشرف محمود كهرباء. جهاز انفالني للزمالك يفجر مفاجأة ويرفض تدخل لاعبي الفريق للعافو عن ايمان عشور. يا جماعة مش ايمان كان بيتخانم مع نفسه وتوقف. مش ده اللي قاله اسامة نبيه بعد ما فقع في الراجل الفتيل. دلوقتي اسامة نبيه بيقول لك اه كلم من اللاعبة وبقيادة طبعا نجموهم شيكبالة. وحزم امامه رايحين لكارترون عشان طبعا يصلحوه او يرضوه على الراجل. طبعا كارترون رفض الموضوع نهائيا وقال محدش يتكلم في الموضوع. واللاعب نزل النهاردة اتمرم مع فريق الشباب وخليه مع الشباب لحد اخر الموسم او ما يلعبش تاني. نروح لمصير فرجاني ساسي مسؤوله فريق الدحيل القطري. فض بهم الكيل وبعته الفرجاني ساسي نهاردة بعد علمهم بجلسة فرجاني مع عمر بسيوني مسؤول في بيرامد. حاول انتقال اللاعب لصفوف بيرامد. الدحيل بعت لفرجاني وقال له موافق على العرض اللي بعتناه اللي هو تلاتة مليون يورو. هنبعت لك العقود على الميل بتاعك تمضيها وتبعت هلنا تاني على الميل وخلاص ونريح دماغنا من موضوع ده. مش كل شوية هنتفقنا معاك وزبطنا معاك الدنيا تطلع علينا كل شوية بصفقة او تطلع علينا كل شوية بحد يتكلم معاك وتزود في السعر وبتاع. هتمضي امضي مش هتمضي فهنصرف نظر عن العرض. برمز داخل في الصفقة بقوة. طبعا كانت جلسة سرية بين عمرو باسيوني مسؤول تعاقدات في نادي بيرامدز. وايضا اللاعب. لكن ده كان يعني الرد بتاع فريق الدحيل القطري. ترجي التونسي يكرر استبعاد جميع اللاعبين الجزائريين في صفوفه. وعددهم ثمانية لاعبين. عن مباراة المولدية تحقيقا لمبدأ النزاهة والحيادية. وحتى يبعد اي شبهة بتلاعب بنتيجة المباراة. بجانب غياب اربع لاعبين خوفا من الانذار الثالث وخوفا من غيابهم عن مبارتين ربع النهائي. مش بس كده. في اتنين لاعبين ايضا في الترجي مصابين بجانب ايقاف لاعب للانذار الثاني. وبذلك يصبح اجمالي الغائبين عن المباراة خمسة عشر لاعب حتى الان. اظن كده الناس تعملت بمنتهى الشفافية والحياد واعلنوا الموقف بوضوح وشفافية وصراحة. طبعا ده ردا على خالد الغندور. مثلا خالد الغندور قال لك ده بترجي فريق كبير ومش معقول ان هو يفوت الماتش وبتاع. ولو زعلانين مننا احنا برضو النادي الزمالك وبنخدمهم في اي مباراة. وعمرنا يعني الالاقة ما بيننا ما هتبقى وحشة. وان شاء الله يكسبوا ويساعدونا معاهم. بتخيل حضرتك الفرق بينك كنادي اهلي وكالفريق اللي بيمثله خالد الغندور ان انت بتصعد بمجهود لعبتك. بمجهود كيانك. ده الفرق هما دايما بيتكلموا ان هما مثلا كجمهور كورة وهنا بيتعرضوا لهجوم تحكيمهم مؤامرات كونية وبتاعة. دلوقتي المؤامرة هتبقى تونسية جزائرية الحمد لله. مش هتبقى مصرية ولا هيكون النادي الاهلي طرف فيها. فده جوه المؤامرات بتاعهم ويسع بيهم وراح بيهم هناك فين في تونس. طيب ميدو لما تم تعيينه مستشار اعلامي لبرامدز قال ان مفيش مراكز قوة داخل النادي ومع اول مشكلة قبلته مع احمد فاتحي يقوم يعني زي ما باب يقول هي اقالة ولكن يقوم يستقال او بمعنى صح يقولو زي ما قلت حضرتكم عشان ترضية فاتحي اللي هي علاقه اللي هي علاقته حلوة مع ممدوح عيد. احمد فاتحي علاقته قوية جدا مع ممدوح عيد. وزي ما حضرتكم عارفين ممدوح عيد مسك كل حاجة في برامدز من الكبيرة للصغيرة. طيب هم هيطلعوا فاتحي في فيديو ان مفيش مشاكل وكله تمام. طبعا حضرتكم شوفهم الفيديو. في مقابل انهم يقيلوا ميدو من منصبه فيقوم بعدها فاتحي ينزل بوست على الانستا تلقيح على ميدو. وان كلامه هو اللي مشي زي مواضح كده. وطبعا زي ما احنا عارفين ما فيش مراجز قوة داخل برامدز. طبعا فاتحي كان نزل الصورة ديها على الانستا. ورد عليه المهد سليمان طبعا بضحك كده وقلبه بتاع. وكانت مسخرة كل دوة طريقة على المعلم احمد حسام ميدو. بنتمنى ما كنتش طولت لحضراتكم لو طولت بعتذر. شكرا جمهور النادي الاهل الكورة سبورت بشكل خاص. شكرا جمهور الكورة المصرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.